كانت هناك رغبة من أحد يريد أن يتكنم في باب مصالحة تبدأ يتكنم عليها من ناحية الشرعية ومن حكام الشرعية ومن الشروط الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يتهمه بأنه لا يريد الصلحة بيننا لكنه حرم الصلحة في بعض الأوقات فقال الصلحة جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلانا وحل حراما إذا أنت تعتدي على حق شخص مظلوم متنزل عنه ظلما هذا صلح حلال هذا صلح حرام أحل حراما حرام عليك أن تتعد عليه وأنت استحللت ذلك وعملت الصلح فهذا النبي صلى الله عليه وسلم منعه واسمه صلح هو فليس كل صلح هو مقبول وليس كل صلح هو كما يسوي قوله للناس وهي كلمة يعني تستهوي قلوب العامة ولما يقول صلح خلاص ما يعرفش ما وراء كلمة هذا الصلح يعني فإذا كان الصلح أحل حراما ولا حرم حلاما فهو صلح ظالم وهو فاسد ولا يجب ولا يجوز الرضا به وليش هو النبي صلى الله عليه وسلم منعه لأنه يؤدي لما هو أشنع من الوضع اللي كان عليه الناس وإذا كمن أراد أن يتكلم عن الصلح عليه أن يتكلم مع الطرف الآخر أن ينصب المحاكم ونصب المحاكم مش يقفل المحاكم هو لا يزال يقفل في المحاكم المحكمة الدستورية من قفلها هم الذين قفلوها هم حتى المحاكم للناس يمكن أن تتظلم إليها في الشيء العام ما زالوا يصرون على قفلها ومنع الناس من التجاه إليها مش هم بيفتحوا محاكم للعدل وليعني ظهار الملفات السابقة كلها في هذه الحروب من يوم أن خرج البغاة على الموت والوطني في عام 2014 يعلم الله كم من دماء وكم من أموال وكم من نهب وكم من قهر وكم من انتهاك حرمات هذه كلها أين تذهب هذه لابد من إحقاقها وبيانها للناس قبل أن تتكلموا عن المصالحة من كان يريد حقا أن يصالح وهو نشط بالمجتمع المدني ولا من أي توجه من التوجهات حقا يريد أن يصالح ويقول لأني أريد حقل الدماء علينا توجه إلى هذا الطرف قبل أن يصالح يقول لأ عليك أن تقلع عما أنت عنه افتحوا الدارة الدستورية افتحوا المحاكم العدالة الانتقالية ما تعملوش تزوير وما تعملوش هذه جلسات مزورة تصدر بأحكام مقوين كفوا أظهروا حسن النية هكذا يبدأ العمل إذا كان هناك عمل سليم وعمل صحيح وناس تخشى الله وتقافى الله وتريد أن تعمل صلحا حقيقيا لكن أقول لكم ونبه والناس كلها قد يستوي هذا كلام كثير من الناس وكثير من الكتاب المسلحة ونبههم وحذرهم أن يسمعوا لهذه الدعوات فإنها دعوات من مخابرات كلها ومعظمها من مخابرات مصرية وإماراتية ومخابرات أجنبية فليست هي صلحا وليست هي صلحا شرعيا وصلح محرم حرمه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه صلح يحرم الحرام ويحرم الحلال